عندما دخل جون بولتون إلى البيت الأبيض قالت صحيفة نيويورك تايمز عنه إن الجيد بخصوص مستشار ترامب الجديد للأمن القومي أنه يقول ما يفكر فيه والسيء فيه هو ما يفكر فيه حين ذاك كان بولتون معروفا باستهوائه للحروب وبيده الثقيلة في مواجهة أعداء الولايات المتحدة اليوم يستخدم هذه اليدا ذاتها لتأليف كتاب عن الغرف الداخلية في البيت الأبيض المستشار الذي لم يقضي إلا عاما ونصف العام تقريبا في منصبه لا تزال شهيته مفتوحة على الحروب وبعدما أقاله ترامب بتغريدة قرر الرد بكتاب يفضح أسرار البيت الأبيض ليبدأ معركة داخلية هذه المرة ويقدم شهادة عن عملية صنع القرار غير المتصقة والمتخبطة للرئيس كان من المقرر لكتاب بولتون أن ينشر في مارس أذار الفائت البيت الأبيض حاول إيقاف النسري أو تأجيله محذرا من أن الكتاب يكشف عن معلومات تخص الأمن القومية وهي مصنفة سرية للغاية طلبت تنقيحات وتعديلات وتواصل الأخذ والرد إلى حين أن تحدد موعد الثالث والعشرين من يونيو حزيران موعدا جديدا للنشر مذكرات بولتون تتضمن تفاصيل وأدلة على سوء سلوك ترامب في القضايا الخارجية بما يتعدى قضية أوكرانيا أدار الناشرة قالت في بيان صحفي إن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل أيضا معاملات ترامب مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأضفت دارو سايمون أن شوستر أن بولتون كشف تفاصيل عن كيفية هواس ترامب بإعادة انتخابه فقط حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها وفي إطار الدعاية للكتاب وتهيئة الأرضية لاستقباله تكمل دارو الناشرة هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه